أشهد صاحب السموة الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القادل على نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أشهد بالتنوع في مجالات التعاون والتنسيق مع جمهورية روسيا الاتحادية معتبرا سموه ذلك من العوامل التي تدعم أسس العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ولدى استقبال سموه في قصر القضابية السيد جورجي بولتفشينكو محافظة مدينة سانت بيترسبورغ الروسية والوفد المرافق وذلك بحضور سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظة العاصمة نوها صاحب السمو الملكي باستمرار وطيرة تبادل زيارة المثمرة بين مملكة البحرين وروسيا الصديقة وعلى رأسها زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأكد سموه على الاهتمام بمتابعة ودعم مخرجات هذه الزيارات من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بما يعزز افق التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على مختلف الصعود واستذكر سموه خلال اللقاء زيارته الى مدينة سانت بيترسبورغ قبل عامين وما لقيه فيها من ملامح تاريخية عريقة انسجمت مع الحداثة وتنول اللقاء التعاون في المجالات الامنية وحفظ الاستقرار في مواجهة المتطرفين من اعداء الانسانية وأكد سموه على اهمية تعزيز بناء الجسور بين الحضارات وتقوية العلاقات بين المجتمعات بما من شأنه الحيلولة دون استغلال ثغرات غياب الوعي والفهم الواضح من قبل مختلف تيارات التشدد والارهاب وأكد سموه دعم مملكة البحرين لكل الجهود البناءة في اتجاه حفظ الامن والاستقرار مشيرا في هذا الصدد الى ما يمكن يسهم به الدور الروسي ضمن الجهود الدولية الساعية في هذا الجانب من جانبه اعرب السيد جورجي بولتفشينكو محافظ مدينة سانت بيترسبورغ الروسية عن تقديره لدور صاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في تكريس التعاون مع مدينة سانت بيترسبورغ ضمن اطار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة وأكد المحافظ الحرص على مواصلة تطوير العلاقات بما يتجسد في حجم الوفد الزائر وبرنامج زيار الحافل الذي شمل عددا من المجالات الاقتصادية والتنموية ترجمة نانسي قنقر